ومن دعائه عليه السلام في مكارم الأخلاق ومرضي الأفعال بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل وبلغ بإيماني أكمل الإيمان واجعل يقيني أفضل اليقين وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات وبعملي إلى أحسن الأعمال اللهم وفر بلطفك نيتي وصحح بما عندك يقيني واستصلح بقدرتك ما فسد مني اللهم صل على محمد وآل واكفني ما يشغلني الاهتمام به واستعملني بما تسألني غدا عنه واستفرغ أيامي فيما خلقتني له وأغنني وأوسع علي في رزقي ولا تفتني بالنظر وأعزني ولا تبتليني بالكبر وعبدني لك ولا تفسد عبادتي بالعجب وأجر للناس على يدي الخير ولا تمحقه بالمن وهب لي معالي الأخلاق واعصمني من الفخر اللهم صل على محمد وآلي ولا ترفعني في الناس درجا إلا حططني عند نفسي مثلا ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدثت لي ذلة واطنة عند نفسي بقدرها اللهم صل على محمد وآل محمد ومتعني بهدى صالح لا أستبذل به وطريقة حق لا أزيغ عنها ونية رشد لا أشك فيها وعمرني ما كان عمري بذلتان في طاعتك فإذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليك قبل أن يصبق مقتك إليك أو يستحكما غضبك عليك اللهم لا تدع خصلة تعاب مني إلا أصلحتها ولا عائبة أؤنب بها إلا حسنتا ولا أكرومة في ناقصة إلا أتممتا اللهم صل على محمد وآل محمد وأبدلني من بغضة أهل الشنآن المحبة ومن حسدي أهل البغي المودة ومن ضنة أهل الصلاح الثقاء ومن عداوة الأدنين الولاية ومن عقوق ذوي الأرحام المبرى ومن خذلان الأقربين المصرى ومن حب المدارين تصحيح المقاة ومن رد الملابسين كرم العشرة ومن مرارة خوف الظالمين حلاوة الأمنات اللهم صل على محمد وآله واجعل لي يدان على من ظلمني ولسانا على من خاصمني وظفرا بمن عاندني وهب لي مكرم على من كايدني وقدرة على من اطهدني وتكذيبا لمن قصبني وسلامة ممن توعدني ووفقني لطاعة من سددني ومتابعة من أرشدني اللهم صل على محمد وآله وسددني لأن أعارض من غشني بالنصح وأجزي من هجرني بالبر وأثيب من حرمني بالبد وأكافي من قطعني بالصلاة وأخالف من اغتابني إلى حسن الذكر وأن أشكر الحسناء وأغضي عن السيئاء اللهم صل على محمد وآله وحلني بحلية الصالحين وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكضم الغيب وإطفاء نائرة وضم أهل الفرقى وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحيق والقول بالحق وإن عاج واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البداع ومستعمل الرأي المخترع اللهم صل على محمد وآله واجعل أوسع رزقك علي إذا كبير وأقوى قوتك فيي إذا نصبت ولا تبتليني بالكسل عن عبادتك ولا العمى عن سبيلك ولا بالتعرض لخلاف محبتك ولا مجامعة من تفرق عنك ولا مفارقة من اجتمع إليك اللهم اجعلني أصول بك عند الضرورة وأسألك عند الحاجة وأتبرع إليك عند المسكنة ولا تفتني بالاستعانة بغيرك إذا اضطررت ولا بالخضوع لسؤال غيرك إذا افتقرت ولا بالتضرع إلى من دونك إذا رهد فأستحق بذلك خذلانك ومنعك وإعراضك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل ما يلقي الشيطان في روعي من التمني والتظني والحسدي ذكرا لعظمتك وتفكرا في قدرتك وتدبيرا على عدويك وما أجرى على لساني من لفظة فحش أو هجر أو شتم عرضين أو شهادة باطل أو اغتياب مؤمن غائل أو سب حاضر وما أشبه ذلك نطقا بالحمد لك وإغراقا في الثناء عليك وذهابا في تمجيدك وشكرا لنعمتك واعترافا بإحسانك وإحصاءا لمننيك اللهم صل على محمد وآله ولا أظلمنا وأنت مطيق للدفع عني ولا أظلمنا وأنت القادر على القبض مني ولا أظلنا وقد أمكنتك هدايتي ولا أفتقرنا ومن عندك وسعي ولا أطغينا ومن عندك وجدي اللهم إلى مغفرتك وفادت وإلى عفوك قصادت وإلى تجاوزك اشتاقت وبفضلك وثيقت وليس عندي ما يوجب لي مغفرتك ولا في عملي ما أستحق به عفواك وما لي بعد أن حكمت على نفسي إلا فضلك فصل على محمد وآله وتفضل علي اللهم وأنتقني بالهدى وألهمني التقوى ووفقني للتي هي أزكى واستعملني بما هو أرضى اللهم اسلك بي الطريقة المثلى واجعلني على ملتك أموت وأحيا اللهم صل على محمد وآله ومتعني بالاقتصاد واجعلني من أهل السداد ومن أدلة الرشاد ومن صالحي العباد وارزقني فوز المعاد وسلامة المرصاد اللهم خذ لنفسك من نفسي ما يخلصوا وأبقي لنفسي من نفسي ما يصلحوا فإن نفسي هاركة أو تعصما اللهم أنت عدتي إن حزنت وأنت منتجعي إن حرمت وبك اجتغاثتي إن كريث وعندك مما فات خلف ولما فسد صلاح وفيما أنكرت تغيير فامنون علي قبل البلاء بالعافية وقبل الطلبي بالجداء وقبل الضلال بالرشاد واكفني مؤونة معرة العباد وهب لي أمن يوم المعاد وامنحني حسن الإرشاد اللهم صل على محمد وآله وادرأ عمني بلطفك واغذني بنعمتك وأصلحني بكرمك وداوني بصنعك وأضلني في ضراك وجللني رضاك ووفقني إذا اشتكلت علي الأمور لأهداها وإذا تشابهت الأعمال لأزكاها وإذا تناقضت الملال لأرضاها اللهم صل على محمد وآله وتوجني بالكفاية وسمني حسن الولاية وهب لي صدق الهداية ولا تفتني بالسعى وامنحني حسن الدعاء ولا تجعل عيشي كدًا كدًا ولا ترد دعائي علي ردًا فإني لا أجعل لك ضدًا ولا أدعو معك ندًا اللهم صل على محمد وآله وامنعني من السراف وحصم رزقي من التلاف ووفر ملكتي بالبركة فيه وأصب بي سبيل الهداية للبر فيما أنفق منه اللهم صل على محمد وآله واكفني مؤونة الاكتساب وارزقني من غير احتساب فلا أشتغل عن عبادتك بالطلاب ولا أحتمل إسرة بعات المكساب اللهم فأطلبني بقدرتك ما أطلوب وأجرني بعزتك مما أرهاب اللهم صل على محمد وآله وصن وجهي باليسار ولا تبتذي الجاهي بالإقتار فأسترزق أهل رزقيك وأستعطي شرار خلقيك فأفتتنا بحمد من أعطاني وأبتلا بذنب من منعني وأنت من دونهم ولي الإعطاء والمان اللهم صل على محمد وآله وارزقني صحة في عبادة وفراغا في زهادة وعلما في استعمال وورعا في إجمال اللهم اختم بعفوك أجلي وحقق في رجاء رحمتك أملي وسهل إلى بلوغ رضاك سبلي وحسن في جميع أحوالي عملي اللهم صل على محمد وآله ونبهني لذكرك في أوقات الغفلا واستعملني بطاعتك في أيام المهلا وانهجني إلى محبتك سبيلا سهلا أكملي بها خير الدنيا والآخرا اللهم وصل على محمد وآله كأفضل ما صليت على أحد من خلقك قبلا وأنت مصل على أحد بعدا وآتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقني برحمتك عذاب النار يا أرحم الراحمين وصل الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين